المزمور الثامن عشر لإمام المغنين لعبد الرب داود الذي كلم الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيدي كل أعدائه ومن يد شاول فقال أحبك يا رب يا قوتي الرب صخرتي وحصني ومنقذي إلهي صخرتي به أحتمي ترسي وقرن خلاصي وملجأي المزمور الثامن عشر صلاة لداود اسمع يا رب للحق أنصت إلى صراخي أصغي إلى صلاة من شفتين بلا غش من قدامك يخرج قضائي عيناك تنظران المستقيمات جربت قلبي تعهدته ليلا محصتني لا تجد فيا ذموما لا يتعدى فمي من جهة أعمال الناس فبكلام شفتيك أنا تحفظت من طرق المعتنف تمسكت خطوات بآثارك فما زلت قدمايا أنا دعوتك لأنك تستجيب لي يا الله أمل أذنيك إلي سمع كلامي ميز مراحمك يا مخلص المتكلين عليك بيمينك من المقاومين حفظني مثل حدقة العين بذل جناحيك استرني من وجه الأشرار الذين يخربونني أعدائي بالنفس الذي يكتنفونني قلبهم السمين قد أغلقوا بأفواههم قد تكلموا بالكبرياء في خطواتنا الآن قد أحاطوا بنا نصبوا أعينهم ليزلقونا إلى الأرض مثله مثل الأسد القرم إلى الافتراس وكالشبل الكامن في عريسه قم يا رب تقدمه اسرعه نجي نفسي من الشرير بسيفك من الناس بيدك يا رب من أهل الدنيا نصيبهم في حياتهم بذخائرك تملأ بطونهم يشبعون أولادا ويتركون فضالتهم لأطفالهم أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبعوا إذا استيقظت بشبهك المزمور الثامن عشر لإمام المغنين لعبد الرب داود الذي كلم الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيدي كل أعدائه ومن يد شاول فقال أحبك يا رب يا قوتي الرب صخرتي وحصني ومنقذي إلهي صخرتي به أحتمي ترسي وقرن خلاصي وملجأي أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك أفزعتني حبال الهاوية حاقت بي أشراك الموت انتشبت بي في ضيقي دعوت الرب وإلى إله صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال ارتعدت وارتجت لأنه غضبا صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت جمر اشتعلت منه طأت السماوات ونزل وضباب تحت رجليه ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الرياح جعل الظلمة ستره حوله مظلته ضباب المياه وظلام الغمام من الشعاع قدامه عبرت سحبه برد وجمر نار أرعد الرب من السماوات والعلي أعطى صوته بردا وجمر نار أرسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فأزعجهم فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة من زجرك يا رب من نسمة ريح أنفكا أرسل من العلا فأخذني نشلني من مياه كثيرة أنقذني من عدو القوي ومن مبغدية لأنهم أقوى مني أصابوني في يوم بلية وكان الرب سندي أخرجني إلى الرحب خلصني لأنه سر بي يكافئني الرب حسب بري حسب طهارة يدي يرد لي لأني حفظت طرق الرب ولم أعصي إلهي لأن جميع أحكامه أمامي وفرائده لم أبعدها عن نفسي وأكون كاملا معه وأتحفظ من اسمي فيرد الرب لي كبري وكطهارة يدي أمام عينيه مع الرحيم تكون رحيما مع الرجل الكامل تكون كاملا مع الطاهر تكون طاهرا ومع الأعوج تكون ملتويا لأنك أنت تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها لأنك أنت تضيء سراجي الرب إلهي ينير ظلمتي لأني بك اقتحمت جيشا وبإلهي تسورت أسوارا الله طريقه كامل قول الرب نقي ترس هو لجميع المحتمين به لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة سوى إلهنا الإله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا الذي يجعل رجلي كالأيلي وعلى مرتفعاتي يقيمني الذي يعلم يدي القتال فتحنى بذراعي قوس من نحاس وتجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعددني ولطفك يعظمني توسع خطواتي تحتي فلم تتقلق العقبايا أتبعوا أعدائي فأدركهم ولا أرجعوا حتى أفنيهم أسحقهم فلا يستطيعون القيام يسقطون تحت رجلي تمنطقني بقوة للقتال تصرع تحتي القائمين علي وتعطيني أقفية أعدائي ومبغدية أفنيهم يشرخون ولا مخلص إلى الرب فلا يستجيب لهم فأسحقهم كالغبار قدام الريح مثل تين الأسواق أطرحهم تنقذني من مخاصمات الشعب تجعلني رأسا للأمم شعب لم أعرفه يتعبد لي من سماع الأذن يسمعون لي بن الغرباء يتذللون لي بن الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي الإله المنتقم لي والذي يخضع الشعوب تحتي منجي من أعدائي رافعي أيضا فوق القائمين علي من الرجل الظالم تنقذني لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لسمك برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد المزمور التاسع عشر لإمام المغنين مزمور لداود السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبد علما لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارج من حجلته يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق من أقصى السموات خروجها ومدارها إلى أقاصيها ولا شيئا يختفي من حرها ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب أمر الرب طاهر ينير العينين خوف الرب نقي سابت إلى الأبد أحكام الرب حق عادلة كلها أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم السهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة أبرئني أيضا من المتكبرين أحفظ عبدك فلا يتصلط علي حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي المزمور العشرون لإمام المغنين مزمور لداود ليستجب لك الرب في يوم الضيق ليرفعك اسم إله يعقوب ليرسل لك عونا من قدسه ومن سهيونا ليعددك ليذكر كل تقدماتك ويستسمن محرقاتك ليعطك حسب قلبك ويتمم كل رأيك نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا ليكمل الرب كل سؤلك الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر هم جسوا وسقطوا أما نحن فقمنا وانتصبنا يا رب خلص ليستجب لنا الملك في يوم دعائنا أمثال سليمان الفصل الرابع اسمعوا أيها البنون تأديب أب واصغوا لتعرف فهما لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تترك إرشادي فإني كنت ابنا لأبي غدا ووحيدا لدى أمي وكان يعلمني ويقول لي ليتمسك قلبك بكلامي احفظ وصايايا فتحيا اقتني الحكمة اقتني الفهمة لا تنسى ولا تعرض عن أقوال فمي لا تتركها فتحفظك أحببها فتصونك الحكمة هي الأولى فاقتني الحكمة وبكل مقتنياتك اقتني الفهمة ارفعها فتعليك تمجدك إذا اعتنقتها تضع على رأسك إكليل نعمة تمنحك تاجا جمال اسمع اسمع يا بنيا وتقبل أقوالي فتكسر سنو حياتك أرشدتك إلى طريق الحكمة هديتك منهاج الاستقامة إذا سرت فلا تعاق خطواتك وإذا ركضت فلا تعسر تمسك بالتأدبي لا تتركه احرص عليه لأنه هو حياتك لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسلك في طريق الأثمة تنكب عنه لا تمر به تحول عنه واعبر فإنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا ويسلبوا نومهم إن لم يعثروا أحدا لأنهم يأكلون خبز الشر ويشربون خمر الظلم أما سبيل الصديقين فكنور الإشراق يزداد إنارة إلى النهار الكامل أما طريق الأشرار فكالقتام لا يعلمون بما يعسرون يا بني أصغي إلى كلامي أمل أذنك إلى أقوالي لا تبرح عن عينيك احفظها في وسط قلبك لأنها حياة لمن يجدونها وشفاء للجسد كله فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه منابع الحياة انتزع عنك التواء الفمي وأبعد عنك انحراف الشفتين لتنظر عينك إلى الأمام وأجفانك إلى قدامك مستقيما مهد سبيل قدمك فتثبت جميع طرقك لا تمل يمنة ولا يسرة باعد قدمك عن الشر ترجمة نانسي قنقر